خلال الأيام اللي فاتت اتصدرت أكتر من واقع عليها علاقة بعمليات التجميل وإزالة الفيلور على وجه التحديد الترند وده بسبب المشاكل الكبيرة جدا اللي تعرض لها الناس اللي عملوا العمليات دي ده غير اننا كل يوم بقينا نسمع مصطلحات جديدة في عالم التجميل وطبعا فيه ستات كتير بتحب تغير وتواكب مع الموضة وآخر صيحات التجميل ولكن يا ترى هل أي حاجة تنفع مع أي حد؟ وإزاي أصلا نعرف المناسب لنا كل دي معلومات هنعرفها النهاردة منوارنا الدكتورة هدير هاني أخصائية جلدية والتجميل أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا هيم مبسوطة قوي أن أنا معي كل نهض وأنا كمان مبسوطة أن أنت موجودة وإحنا دايما بنحس أن أكتر حاجة مهمة أنت بتعمليها أن ما بتغيريش ملامح بتاعة أي حد بينجيلك يعني دايما بنسمع أن الناس بقالها فترة بتحاول أن هم يحينوا بالزيادة يعملوا حاجات شكلها أوفر على وشهم وكده لكن أنت دايما زيما بتقولي إيه بترممي اللباز فبتهيالي ده دلوقتي بقى الموضة هو دايما الشكل الطبيعي هو ده الحاجة اللي عمها ما هتبقى أو عمها ما هتبتل ودايما التكنيكس الجديدة والجديد في عالم التجميل إن إحنا دايما ناجح للشكل الطبيعي دايما نحسن مش نصلح اللي هو نزبط شوية حاجات بس ما نخرجش عن الشكل الطبيعي بتاع البني أدمي الكلام ده يمكن كان من فترة زمان كانت دايما الناس ما شوانا بتحقن بكميات كبيرة أو إن هي تغير الشكل قوي خلاص ما بقاش خلص الكلام ده يهم دلوقتي موسيقى